اشتركوا في القناة والدته الأميرة لالا لطيفة وقال الجنرال عبد الرحمن شاني في رسالة العزال تلقيت بحزن شديد النبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملك الأميرة لالا لطيفة تغمضها الله برحمته الواسعة وفي هذا الظرف المؤلم أبحث بأحر التعازي العميقة لجاللتكم وللعائلة الملكية والشعب المغربي الشقيق وباسمي وباسم الشعب النجيري يقدم تحاري التعازي لهذه الوفاة وهذا الخبر المحزن رئيس الوزراء علي محمد لهمينزين في ديوانه وفد البنك الدول الغرب إفريقيا لتنمية بواد وتناقش الجانبين حول التعاون المشترك بين البنك والنيجر وسبل تعزيز هذا التعاون هذا الوفد جاء إلى النيجر في إطار بعثة مراجعة ومشاهدة المشاريع التي تمولها بواد في النيجر والأفوقيات بما يخص المشاريع الجديدة التي على طريقة الموافقة عليها بين النيجر والبنك دول الغرب إفريقيا للتنمية بواد وحظى هذا الاجتماع بإيجابية ثقة بين الجانبين وتحقيق بعض الإنجازات لمصالح المشتركة بين البنك والنيجر لدول الغرب إفريقيا في عدة مجالات قطاقة والثروات الطبيعية طرأس رئيس الوزراء علي محمد لمنزين الأحد الماضي في قصر الاجتماعات حفل تسليم الشهالة الحافظين القرآن الكريم هذه المبادرة من قبل مركز التأكوين تحفيظ القرآن الكريم أول دورة ينظمها هذا المركز للحافظين القرآن الكريم وكان عدد الحافظين الستين ذكر وإناث وكان بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأئمة والمسؤولين في قطاع التعليم ممثل رئيس الوزراء السيد أليو دودا الأمين العام لوزارة المالية والاقتصاد أثنى كثيرا على هذه المبادرة الكريمة التي تخص التعليم القرآن الكريم وتطور الثقافة الإسلامية طرأس وزير الدولة وزير الداخلية والأمن العام والمقاطعات الإدارية جنرال محمد تنبا لقاء لتقديم النصوص المستندات التي تنظم المهمات والبعثات المختلفة وتنصيقها للشرطة الوطنية في كل أنحاء البلاد هذا العمل كان نتيجة اللجنة المتكونة مسبقة من قبل وزير الداخلية هذه البعثات التي عملت حول هذه المشاريع ومراجعة النصوص التي تتعلق بالخدمات والمهمات الشرطة الوطنية وإجراءات التعديلات لتعزيز تقوية حضور الشرطة الوطنية في كل أنحاء البلاد لضمانات الأمن المواطنين ومتلكاتهم الخاصة ومكافحة ضد الإرهاب عابر الحدود والجرائم بكل أنواعها بأشرت وزيرة التربية الوطنية ومحو الأمية وترقية اللغات الوطنية السيدة إليزابيت شريف على إطلاق الرسمي لبداية امتحانات شهادة المهني كاب للدورة الفين واربعة وعشرين وكان برفقتها واليقليم مدينة نيامي والكوادل المركزيين التابعين لوزارتها والممثلين في قطاع التعليم عدد المترشحين هذه السنة حوالي 6903 مرشحا منهم 2813 بنت في كل أنحاء الوطن وفي خطابها السيدة إليزابيت شريف ذكرت قبل كل شئر جهود التي بذلت لنجاح هذه السنة الدراسية 2023-2024 قبل أن تطلب من المترشحين الابتعاد عن الغش والاعتماد على أنفسهم وتمنت لهم حظا موفقا والنجاح وكذلك شكرت كل الموثلين في قطاع التعليم على جهودهم المبذولة وفي كلمته واليقليم مدينة نيامي الجنرال أثمان أبدو هارونا قدم النصائح المترشحين قبل أن تتمنى لهم حظا سعيدا والتوفيق عشرة أيام من الامتحانات المترشحين سوف يمتحنون في المواد التطبيق والنظرية للنجاح في هذه الشهادة قبل هذه الامتحانات أجريتهم في ظروف جيدة وامتازة في كل أنحاء الوطن في مرادي باشر والي قليم مدينة مرادي المدقخ العام للشرطة إسوفو ممن على إطلاق بداية امتحانات الشهادة الدولة فيما يخص الاقتصاد العائل للبنات والرياضة والأنشطة الثقافية للدورة 2024 عدد المترشحين حوالي 161 مرشحا في إقليم مرادي وقدم والي مرادي النصائح المترشحين قبل أن يتمنى لهم حظا موفقا وأكد أن الدولة أخذت كل التدابير من أجل النجاح هذه الامتحانات وفي طاوة باشر الأمينة العام لإقليم طاوة على إطلاق الرسمي لامتحانات شهادة الدولة فيما يخص الاقتصاد العائل للبنات والرياضة والأنشطة الثقافية للدورة 2024 وكان بحضور عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية وقدم الأمين العام النصائح المترشحين لابتعاد عن الغش والاعتماد على أنفسهم وتمنى لهم حظا موفقا عدد المترشحين حوالي 97 مرشحا في إقليم طاوة في زندر نظم الرئيس التقليدي لمنطقة بابا تبكي جلسات خطمية للقرآن الكريم الجامعات والصلاة والدعاء لأجل السلام والأمن والاستقرار النجر مع التعاون منظمات المدنية والسلطات المحلية لإقليم زندر لدعمهم للمجلس الوطني لإنقاذ الوطن ورئيسه الجنرال عبد الرحمن تشاني والرئيس الدولة وللحكومة الانتقالية خلال هذا اللقاء الديني سكان المدينة دعوا الله عز وجل أن ينزل سكينته على النجر وأن يحميها من كل عدو داخلي أو خارجي ومن أجل الدعاء والسلام والأمن استقرار النجر لتعيش بسلام وبأمن وباستقرار وبازدهار شامل في كل أنحاء البلاد إلى هنا مشاهدين الكرام قد وصلت هذه النشرة التي قدمناها لكم من التلفزيون الساحل ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة